اضطر حارس معبد شهير في وسط كاتماندو التاريخي إلى وضع الأقفال في أنقاض هذا المعلم الذي دمره زلزال في العام 2015 في نيبال لمنع العمال المكلفين إعادة البناء من الوصول إليه وقد انهار معبد ترايلوكيا موهان نارايان وهو معلم مؤلف من ثلاث طبقات يعود إلى القرن السابع عشر بالكامل جراء زلزال بكوة سبع درجات فاصلة ثمانية في نيسان أبريل 2015 ما أدى إلى سقوط تسعة آلاف قتيل في هذا البلد الواقع في منطقة الهيمالايا وتسعى العائلة التي تحرس الموقع منذ أجياد إلى حماية هذا المعلم البوذي من الآثار السلبية لعملية ترميم التراث المتضرر التي تمنح في إطارها العقود للعرض الأقل كلفة علينا بناءه بأنفسنا الآن المسار الذي تتبعه البلدية غير ملائم وسيدور بالنوعية ما قد يجعلنا خارج قائمة التراث العالمي وبحسب التشريع النبالي خلال استدراج عروض للفوز بمشروع تقرب قيمته من خمسة ألاف دولار يجب أن يؤول العقد للعرض الأقل كلفة غير أن نوعية الأشغال والتقنيات المستخدمة من جانب المقاولين الذين يقع عليهم الاختيار بهذه الطريقة تشكل مصدر قلق بالنسبة لخبراء التراث العرض الأدنى تكلفة ليس بالضرورة الأفضل أوقفنا مشاريع عدة لأنها لم تتلاءم مع المعايير الدولية للحفاظ على التراث ويواجه وادي كاتماندو المدرج على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي خطر تصنيفه ضمن المواقع التاريخية المهددة بالخطر من جانب المنظمة الدولية في العام 2017 في غياب أي تقدم ملموس على ما حذرت اليونسكو الصيف الماضي ترجمة نانسي قنقر